اشتركوا في القناة بارك الله وحيكم وحيا الشيخ ياسر الحبيب حياكم الله وبياكم أخي الكريم بارك الله فيك هذا يوم كبيرا نتكلم معك هذه المدة طويلة نوحة والاتصال اليوم الحمد لله وفقني الله الحمد لله وفقكم وظهر لكل خير سعد الشيخ وبارك لإمام الزمان إمام الحجة وأتباع أهل البيت فقدت الصديقين منهم والمخلصين عند الغدير الأغار ما شاء الله بارك الله بكم وافرح قلوبكم إن شاء الله نعم أخي خالد تريد إعلان تشيعكم منذ متى وأنت شيعي أو أعلنت تشيعك وبدأت تبحث عن التشيع لا هو مرحلة البعث عن تشيع أخذت وقت حوالي سبع سنوات ما شاء الله وأنا أبحث وهذه المدة التي أعلنت تشيعي حوالي أربعة أو خمسة أشهر أعلنت تشيعي ما شاء الله ما شاء الله وما هي الأسباب الرئيسية التي وقعت عليها أخي خالد وجعلتك تترك الديانة المبتدع الباطلة وتلتحق بقافلة محبي وأتباعه للبيت سلام الله عليكم هو أخي أنا لم أكن في الأول مقتنع منذ زمن الدراثة بمصداقية هذه المدائب البكرية نعم كيف يكون لنا إله واحد كتاب واحد نبي واحد والعليم من المدائب نعم هم يقولون الشهاد كيف يكون الشهاد بعد أن أتم الله نعمته على عباده وأكمل دينه على اعتبار وأكمل دينه وأعتبار أن يكون هناك الشهاد فمن المخول بالشهاد الغير معصوم الذي يتلقى أوامره من الحاكم هو الهداية شو سبحان الله الله يجعل إذا أراد الإنسان الهداية بتأكد من أبسط الأشياء هي رقبة الضوء التي أثرت حفظتي هو خروج الإمام الحسين والشهاد سيخفيكم أن المغاربة من أكبر الشعوب المسلمة التي تحتفل بعيد عشرة رغم الحرافة هذا له خلفية تاريخي يعني يطول الحديث لكن لا أطلع عليكم هو في أحد إذا سمح وقتكم وهذه عشرة وأنا صغير سألت أمي لماذا نحتفل بعشرة قالت وهي امرأة أمية قالت في هذا اليوم قاتل اليهود ابن رسول الله الحسين حقا سمعته في الميديا من أحد علماء البكرية بعد مرور سنوات وفي الدراسة تجد أن القاتل من قاتل الحسين هم من نتردى عليهم ونفتخر بتاريخهم وأمجالهم يعني فبدأت تتساءل لماذا لماذا يعني ينكر علماء البكري هذا الحدد يحاول إخفاه فقالت أنا في الأمر سير فبدأت البحث في السيرة النبوية وسيرة أهل البيت فاكتشفت أن مقتل الحسين فقط هو تلك الشجرة التي تخفي الغابة صحيح يعني لا أخفركم أخذت وقت يعني أحوالي سبع سنوات من المدة وأنا أبحث أتابع في الأنترنت أتابع في الكتب أقرأ وكنت أعطاح بعض مظلوميات أهل البيت في الدروس في المساجد البكرية وكنت أواجه بالقامة والرافض والتأمو بالتشير وكان التشير يعني مرض مؤهي حيث عندما كنت أطرح للنقاش مثلا الموضوع معاوية وهذه بالنسبة لي حتى أن هناك بعض علماء البكرية المنصفون رغم أقلتهم يجرمون معاوية وابنه يزيد معنى الله عليه هم أجمعين يرفضون ويتأمون بالتشيع ومعادات أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فاكنت أتعجب لماذا ينصرون معاوية رغم معادات معاوية لأهل البيت نعم لكن اتشفت بعد ذلك أن هذه المدار البكرية ليست قائمة على عبادة طلاعز زوجل وطاعة رسوله بل هي قائمة على عبادة مجموعة من أصنام سنم معاوية وعثمان وعمر وابن قحافة لعنة الله عليهم جميعا لعنة الله فإذا سقط سنم مثلا إذا سقط سنم معاوية سيتبعوا سنم معاوية ثم عمر ثم سنم قحافة لذلك هم يبدلون قصارة جهدهم لتبقى هذه الأسنم واقفة ليبقى مذهبهم واقف نعم أخي خالد بما استعنت في بحثك ما شاء الله يبدو عليك أنك مثقف وقرأت كثيرا بما استعنت هل في الانترنت أم بالقراءة أم بمشاهدة القنوات هو في الأول قلة الكتب بالصراحة يعني قلة الكتب غير متوفرة لذينا فكنت السعين ببعث السيديات نعم السيديات المتوفرة عند بعث الأخوة وغالبا كنت السعين بالانترنت في المحاضرات والنقاشات والأطروحات إلى أن بلني علماء البكرية هذا هو الفضل الوحيد الذي يعني أشكرهم عليه في أحد الأيام وانا متابع الانترنت وجدتهم يسبون الشيخ الحبيب يقولون عليه الشيخ الحبيب فقلت هذو الشياطين يسبون هذا الشيخ هناك في الأمر يسر وبدأت متابع المحاضرات كل المحاضرات في الانترنت متابعوها يوم بعد يوم فماشاء الله تبين لي قوة أطروحات أسلوبه في المناقشة أسلوب أكاديمي علمي فشاهده يضحك للك خير أن تكرروا شيء هو هو خير لكم فأتبعته فماشاء الله صادق مبعدة متابعة لا تتغير لخناف علماء الوهابية كل يوم على حال يتغيرون ويتبدلون على حساب الأحوال ينظروا لها فتواهم كل يوم على فتوى كل يوم على حال فتتبعته وفي تتبعي كان هناك تغيير في فكرة كانت لديه حيث كنت أظن أن الضرع من قاتلة أهل البيت والإقرار بمضلوميتهم أهل البيت يعني الغرع من القاتلة والإقرار بمضلوميته أهل البيت حتى كافي لا داعي لتغيير المدهد حتى أظن أن المخالفين فقط قتلوا أهل البيت واتعادوهم للسيطرة على السلطة هذا هو حدهم ولكن تبين اللي من بعد أنهم أوجدوا دينا جديدا لتركيع المسلمين وهذا الخطأ يقع في العديد من الإخوة الباحثين يعني أنهم عندما يبحثون في الأمور التشيئة ويجدون مثلا أن مظلوميت أهل البيت والاتهاد الذي وقعوا له من القاتل والآخر وإنكار قيمتهم في الإسلام يقول فقط أنا أتبرأ من القاتلة وأنصر أهل البيت هذا يكفي بالعكس هذا لا يكفي فقد وجدوا دينا جديدا لتركيع المسلمين ولا يكفي فقط الوراء من القتلة بل لابد من اتباع أهل البيت واتباع مدعبهم واتباع قائدهم الصحيح نعم أخي خالد هل كنت من العلماء أو من المتشددين في الدين أم كنت رجل بكري عادي عندما كنت بكري لا ومعكم يعني لما أكون متشدد في الدين ولكن كنت أبحث في الدين كنت ملتزم 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 يعني في صلاتي وفياني يعني ممعادي يعني مناش وحابي أو ثلاثي أو من هذا القبيل كنت ملتزم وكنت أبحث في أمور ديني الحمد لله الحمد لله الذي ثبتك أخي خالد ومعكم سماحة الشيخ ليلقينكم الشهادة تفضل سماحة الشيخ أولا أنا معتز كثيرا بما تفضلت به أخانا الكريم وأرى فيك النضج بحمد الله تعالى وثقافة الواسعة والاستنوع العقلية وكل ذلك بحمد الله تعالى قادك إلى هذا الهدى نسأل الله تعالى أن يثبتك وإيانا عليه إن شاء الله تعالى ورسى الله فيك إذا كنت مستعدا فقل على بركة الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه لا شبيه له ولا نظير جل جلاله أشهد أن محمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين ومبرأ من كل عيب وشين صلى الله عليه وآله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناء أهل معصومين حججوا الله وأبناء أهل معصومين حججوا الله صلوات الله عليهم صلوات الله عليهم أبرأ إلى الله أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار صلو على محمد وآله الأطهر اللهم صل على محمد وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة وعجل فرجهم والعالم أعداء شكرا لله الحمد لله أنظر الله وجهك وبعثك في زمرة محمد وآله عليهم الصلاة والسلام وأسأله تعالى أن يدخلك الجنة بشفاعتهم وأن تكون هنالك من جيرانهم إن شاء الله أسألكم دعا يا شيخ إن شاء الله أدعو لك سجل اسم شكرا لكم